السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من الكورد الماركوتينج سوف نرى واحدة التكنيك التي نستعملها بثاف هي من التكنيك دفنت هذه التكنيك هي السنكاس وكذلك سوف نرى التكنيك الثانية التي تسمى سابون أولا سوف نرى التكنيك دفنت لمن الوالي هي السنكاس التي تسمى هو من التكنيك في الماركوتين سوف نرى التكنيك في الأمتلك في مزلات وليه تعالى على كل حلقة فلس ايجا من دونك دونك سنكاس هrei جديدة او سنكاس هر لديه تعالى وطريقة تعالى يساول اعجابات وضع مشاعجها الاختباء تمنحة في الصحة هذا الامتاب سنكاس هر لديه طريقة تيجيرية كتستعمل فلبي يعني فل COMMERS وكذلك هي تكنيك دفنت وهذا الميطات السنكاس تسمح لنا نتعامل مع الاعتراضات ديال الكليون وكذلك نفهم العوامل النفسية اللي ممكن تخلي واحد الشخص يشري البرودوية ديالنا يعني اللي كان بيعه إذن جوهر ديال هاد التكنيك دفنت أنها تخلينا نركز على الدوافع النفسية ديال الكليون من أجل نشجعوهم على الأشياء إذن هاد الميطات السنكاس فهي مكونة من ستا ديال الحروف عندنا بالنسبة للإس سيكوريتي بالنسبة للأو فهي أرغي بالنسبة للإن نوفوتي سي كونفور أ أغجان إس سامباتي إذن هادو هما ستا ديال الأمور اللي غادي نتعرفوا عليهم يعني العناصر اللي كيكونوا لنا هاد الميطات السنكاس اللي غادي نشوفوهم ونشوفو الأهمية ديالهم أولا هادنا للاسيكوريته للاسيكوريته إذن أي شخص من الذي يريد أن يشريه إلا أو يريد أن يتأكد ويعرف من المنتج الذي سيشريه وكيف يؤمن مثلاً، ويأيك اليوم لا يريد أن يتعرض لأي خطار من خلال جزريبه في الشيرة وكذلك في البردوات بحد ذاته وكلنا لا نريد أن نتغشه في الأمور التي سيشريه إذن هذا الإحساس يدفعنا أننا نريد أن نحسه بلا سكوريته إذن أنت كشخص وكتطبق لتكنيك في المنزل خاصة تحسس الكليون بجمعه من الأمور اللي هي لغارنتي، لوريجين، دو برودي، لنورم، لامارك إذا أعطيت للشخص لغارنتي، إذن كتعطيه الأمن وما يبقاش خايف هدرتيلي على لوريجين ديال البردوات كذلك نفس الشيء كيرتح ويحس بالأمن هدرتيلي على لنورم اللي مطبقين ومحتار من في البردوات اللي كتقدم لي كيزيد يرتح وكذلك إذا كان البردوات من واحد لامارك جيد معروفة كي يقول الشخص من كل هاد العناصر هادو كنحسه بلا سكوريته ودفعنا خطوة كبيرة يتشجع باش يشري البردوات ديالنا إذن فهمتوا بللي أي شخص فاش كيشري كتكون عندو حاجة للا سكوريته خاص نتابهوا لها ونحيدو له دك الخوف اللي متعلق بها النقطة هادو ديال للا سكوريته من بعد عدنا او لرقيل الكنسر لی پرسان فیر كي veulent سورتر ديالو ولي ديستنگري او پرمي كو دي او پرمي مو كيل پرنسران لتيب درقیمان كيلي توش سان اولا بمعنى عندنا مجموعة من الاشخاص اللي هما اللي كليون كيبغيوا يكونوا متميزين يبان الشخص باللي هو ماشي بحال عامات الناس انما عندو حاجة مميزة ادان هادو واحد العامي لنفسي اللي عند الناس واللي خاص انا كشخص كنبيع اللي كيخلي واحد اللي كليون متميز على عامات الناس ونحسو بالفخر نركز ليه في البردوية على مجموعة من الامور اللي هي يعني نعطيه واحد دامن اللي هو غالي حيث البزوان دياله هو يبان متميز على كل الناس ادان خاص يشري حاجة ماشي كل شي الناس قادرين يشريها كذلك الدزاين والاستيتيك ديال البردوية طبعا خاصهم يكونوا بطريقة رائعة وجدابة بشكل كبير هم اللي كنهضروه مع الكليون نبين لي هاد النقاط هادو كذلك نشجعوه ونقولوليه مثلا انه هم اللي سوري البرمي ها بوسيدي دانك وكاتهضر لي على البردوية بمعنى انت من الناس الاوائي اللي غادي ياخدو هاد البردو يهدا إذن هنا كنخليه يزيد شباع الرغبة ديالو يكون متميز على عامة الناس وإذا تشكى شوية مثلا من البيض ممكن نقولولي سيفغي لبيض يالفي تول موض نبا سلوف خير إذن هنا هنا كنقولولي بأنه بالصح تمن راح كبير بزاف لكن راح ماشي جميع الناس قادرين يخلصو هات التمن هذا إذن ديما كنرقزولي على الشعور ديالو يحس بدك التمييز والكبرية ولا بغيتي مثلا تخسر كل ما قلتي من الأول يا إلا قلتي ليه مثلا البردويت بلو فيندي هنا هو في الأصل هو كيقلب على التمييز وتجي و تقولي هذا الأمر بمعنى أن هذا البردويت هذا هو اللي كيتباع بزاف خاصة الحاجة اللي تخليه متمييز في عيون الناس إذن هاد بحال هاد الفخاز هاد الاخيرة خصنا أننا نجنبو أننا نقولوها ضنك دابا نفهوما هاد التكنيك هادي دفنت اللي كنستعملوها فاش كنبغيو نبيعو لبردويت ديالنا وكنوضح كل نقطة ونعطي عليها أمثلة باش فليزيك زمن ديالكم اللي تعطاكم واحد التكست واحد التكست تخرج منها هاد العناصر هادو وباش يعني خاص تكونوا فاهمينهم بشكل جيد من بعد هادنا ان ان هي قلنا لانووته لكليون إيقالما كوريو إي روشيخ دي شنجمان دان ساوي لان منام با روتين إي روشيخ أفان تو لمودرنزم لكليون إي اتره فير لانووته اتره فير الانكوني بمعنى الانسان بطبعه فضولي ودائما كيقلب على التغيير في الحياة دياله ويخرج من ذاك الروتين اليومي وكيكل انجدابل الأمور اللي هي جديدة إذا اي حاجة جديدة إلا او كان بغيو تكون عندنا وهذا دافع اللي كيخلينا نوقعه نشتريه كل مرة وكأبسط مثال الشخص كان عنده مثلا واحد البورتابل اللي هو غالاكسي اس اين من بعد كيبان اس دو كيبغي يشريه كتخرج على التاني مثلا اس طروا اسويت اس ناف اس ديس لان اي حاجة اي بورتابل خرج إلا او كيبغي يشريه ولو كتلقى انه ما كانش فرق كبير ما بين مثلا ما بين اسويت اس ناف ولكن مع ذلك كتلقى مجموعة من الناس انهم عندهم ذاك الدافع انهم يقوموا بلاشا حيث علاش حيث بهاد العامل هادا ديال النوفوتي دائما كنقلبو على حاجة جديدة اذا اي حاجة اللي هي جديدة في السوق كتجدبنا وكنبغيو نمتلكو يعني نمتلكوها وباش نطبق هاد لا تكنيك دفنت مع اللي كليون خاص نركز في الجومال ديالي اللي كان قوليه إلا بعض الامور مثلا كنقوليه سي تو دغني موديل كي فيان ديال سورتي بمعنى بان كتبين ليه بلي هاداراها آخر ما كان في السوق هادا هو آخر موديل ولا كدالك ممكن تقوليه سي لا كليكسيان ديالاني برشين وهاتش علش كتشوف بزاف ديال الإعلانات احنا ما زال عيشين مثلا في ديميل ان يعني لحسب السنة ديميل ان وككتبورا البردوي ديال ديميل ان بلس ان ادان كعطيونا احساس انه نوو بلي حاجة جديدة غادي كينا فسوق ومن بعد النووتي ادنا كنفور سي prevاليج لكون صور نام لشيء complicه يلو صور ديودو ديميلو لا سمبلسيتي لا ترانكالته كنفور يعني الراحة بمعنى كي كون ادنا نوع من الكليان اللي دائما الهم ديالهم هو احساب الراحة مكيحملوش اي حاجة اللي هي معقدة ودي ما بغيين من خلال البروديو أو السيرفيس اللي غادي نعطيوهم يحسسهم بالبساطة لسيمبليسيتي ويحس براسو ترانكيل يعني حد ما ما يصدعو إيدا باش تطبق معاه هاد العنصر اللي هو عنصر من العناصر ديال لتيكنيك دفند خاص تقول لي بعد الجمال مثلا بحال افك سيت سوليسيون ترانكيل بهاد الافخاز هادي و هاد الجملة هادي كتبين ليه باللي عطيتي حلل المشكلة اللي عندو زائد غا يحس بالراحة وكيفما قولنا هاد الاشخاص ما كيحملش اي حاجة معقدة ضانك خاص في الجمال اللي تقول ليه تركز ليه هالا بحال هادو او اللي تقول ليه مثلا ان انفان ديزان باكم بخاندر للموت دم بلوة راه دري ديال العشرة السنوات غادي يعرف يستعملو ادان بهاك كتلبي ليه الحاجة ديالو يحس بالراحة وتشجعي خد من عندك البخودويت ديالك وعقلو مزيان على هاد اللي اكتبت لكم حيث في الزيق زامن ديالكم يسولك مثلا البروف لكزامن ويقول لك كيفاش نخليه مثلا الكليون يحس بالا سيكوريتي او اللي بلوغي او اللي بلا نوفتي او اللي بلوغي كما شفنا ضانك طرق يعني ممكن خاصكم انكم تاخدوا هاد اللي فخاز هادو وتكتبوهم وتعقلو عليهم بهاكا في الزيق زامن ديالكم تبينوا كل حاجة كيفاش طريقة اللي ممكن انك وبالوهد لكيان بعض� familiانان اللي 요لهو La secر försöر تاوو للوغي او اللي لا نوفتي اعفو كما شفنا هاد نعمر لغinding شفو فإن أقل أنهم يتحدثون أنهمون على المشكلة ويقوموا بأنهمون أيضاً. لذلك، إذن بالنسبة لعنصر الخامس هو الوضع. فإنه هناك إحدى المشكلة الإثنائي من الوضعات المتابعة. فإنه كان يكونوا بأمناك المخصصين للشكلة. بشكل كبير لكن عامة الناس دائما كيقلب ياخد واحد البرودوي اللي الجودة دياله متلاء ما مع التمن يعني rapport qualité prêt وطبعا اي شخص اللي لو كيقلب يدفع اقل تمن ممكن في المنتوج اللي غادي ياخد ونتابهو لادل عنصر في الميطود الصنكاس اللي هو الارجان حيث كانين مجموعة من الكليون اول حاجة كيسول عليها هو البراء دانك اهتمو بشكل رئيسي بلارجان ادان احنا كاشخاص غادي نطبقو بعض لتكنيك دهونت خاصنا نقولو للكليون ديالنا متلان سي مان ميار بخي جو با علي بلو با يعني هدا احسن تمان اللي ممكن نعطيك ميمكنش نهود اكتر اولا نزيد نبيلي بهاد الافخاز هادي لرابورة كاليتي بخي يكسيبسيوني ادان إلا كان مركز هو على البراء نبيين ليه بلي الجودة اللي متواجدة في البردوية هي اللي لزماتنا بدك البراء المعين اولا كذلك ممكن نقولو ليه سي فري اللي ام بي بلي شير مي يل دور بكو بلي لانتان ادان ولو انهو كيكون غالي لكن راه غادي يبقى واحد المودة اللي هي طويلة دونك هادو مجموعة من اللي تكنيك دونت اللي كنستعملو باش نشجعو انهو داك الكلين ديالنا يعني يأخد منا واحد البردوية اولا واحد السيرويس اللي كنبيعو وعدنا اخر عنصور اللي هو اس سمپتة سي سي سوفون اممتيباتي لكي ي Pewة الدفئرانصر سي سوفون امتيباتي لكي يفعل امذا كنبيعو فهو عنصور اللي هو تناهي لكن في نفس الوقت كي خلق واحد البردوية اللي هو كبر مثلا كيكل بخدوي عند بزاف ديال الناس كيبيعوه لكن كمشيو عند شخص معيان ولو اننا نزيدو واحد المسافة احيانا لكن كمشيو ونتقضى وعند واحد شخص معيان اذا هاد العنصر ولا هاد الدافع اللي كيخليليون اشتريو من عند شخص محدد من غيرو كيجي من خلال هاد الاحساس ديال لا سنباتي لا شخص لي كاتشري من عندو وكاتحسب اللي مستقبل كواهد الاسطقبال اللي هو زوين ككلمة مثلا مرحبا او مثلا نهار كبير هذا المهم على حسب يعني كاتختار مجموعة ديال كلمة ومجموعة ديال الجمل اللي كاتقول في اللحظة الاولى على حسب النوع ديال الكليون اللي كيكون عندك كتلقى مثلا يعني ذاك الفندر كيسمع للحاجة ديال الكليون ديالو كيخليهم انهم يعبروا مثلا على اللون على كونتيتي على الديمونسيون دونك كيخليهم انهم يهدروا ويعبروا على داك الامر اللي هما بغيين كتكون ابتسامة يعني للسغير ممكن انه اعطيك نصيحة على البخودو بالخصوص الى نصحك انت كشخص متاخدش واحد البخودو اللي هو متواجد عندو كيبيعه دونك هنا كتحس باللي داك الفندر هدفه الاول ماشي يبيع لك لكن هدفه يساعدك تلقى بالضبط البخودو اللي انت بغي اذا هادو بعض الامور اللي كتخلي واحد العلاقة زوينة تكون ما بين الكليون وما بين الفندر واللي كتخليهم جوج ربحين يعني الكليون خدا البخودو ديالو اللي باغي بالضبط وكيخرج من عند الفندر وهو فرحان وكذلك الفندر باع البخودو ديالو وكسب واحد الكليون اللي غايولي فيديل اللي غادي يبقى يجي عندو هدي بالمرتبة الاولى غايبقى دائما ياخد من عندو تانيا غايبقى يهضر عليه وغايجي بليه ناس اخرين دانك هلا هاد العنصر هاد ديال السامباتي فهو عنصر تنائي لكن فنفس الوقت فهو واحد العنصر اللي هو جد مهم اننا نهتمو به فهاد لاميتود ديال السانكاس دانك فاش كيكون عندنا واحد لوفر يعني واحد البخودو غادي نبيعوه او لا سيرويس دانك كان ناخدو عدنا مجموعة ديال العناصر اللي قلنا ديال الميتود السانكاس اللي هي السكرتة، الأرقاي، نوفتة، كمفور، أغجان، سامباتي دانك كان نرتبو كل عنصر مثلا، السكرتة كان نرتبوها من واحد تالخمسة على حسب داك البخودو اللي غادي نبيعوحنا يشنو الأهمية ديال السكرتة فهو الأرقاي كدالك، لانوفتة، الكمفور، الأغجان، سامباتي، كلهم كان نرتبوهم ونشوفوهم على حسب الوفخ يعني لحسب الاختلاف ديال البخودو من واحد الاخر كيتغيرو هاد العناصر هادو وكنقولو مثلا باللي مثلا في البخودو ديالنا السكرتة ديالو غادي تكون هي الدراجة الرابعة الأرقاي كدالك الدراجة الرابعة نوفتة درجة الخمسة وبهكا كان حددو البخودو ديالنا أو السيرويس ديالنا اللي كان بيعوه كنوجدو لهم مجموعة دياللي فخاز وكنعرفو كيفاش أننا نقنعو لكليون ديالنا مليكنو كنهضرو معاهم نركزو لهم على النوقات اللي هوما باغين فكل بخدوي دانك هادي واحد الميتودة أو واحد التكنيك دياللي هي مزيانة تعرفوها وكدالك تبقوها إدن بالنسبة للسنكاس فاقلنا أنها كتكون من السكرتة، الأرقاي، نوفتة، كنفر، أرجان، سمباتي وعدنا الميتودة تانية اللي هي سابون دانك بالنسبة للسابون، إز كتعني لسكرتة، أ كتعني أفكتيفيتة، ب كتعني بيانتر، أو كتعني لرقاي، إن، نوفتة، أ، إيكونامي بالنسبة لهذا الميتود السنكاس أو الميتود سابون، فتقريبا كلهم يعني يراهم بحال بحال ما كانش واحد الفرق كبير وإنما كان بعض الاختلافات اللي هما قليلة، غادي نخليهم لكم مكتوبين عندي تحت هاد الفيديو هادا في الموقع المقاول.com ولي كيشوف الفيديو من اللاشن يوتيوب غادي نخلي لكم الليان في الدسكريبسيون بالنسبة للافكتيفيتة فشكين الاختلاف فهو كيعني يعني تقريبا بحال السمباتي نفس الأمر بيانتر فهو تقريبا بحال كنفور يعني بالنسبة للميتود السنكاس الاختلاف الثالث هو في الميتود سابون، هدنا إيكونامي فهو كيعني أرجان هادو الميتود اللي كنستعملو في الماركوتينج ولي كيتعتبرو من التكنيك دفنت اللي خاصنا نعرفوهم وحاولو أنكم تعقلو عليهم زيان ولي غادين أكد عليه هو الفخاز اللي شفنا بالنسبة للميتود السنكاس دوك ليفخاز كيفاش أنه تبين للشخص الكليون أنه في واحد الحالة دي لا سيكوريتي أو لا نوفوتي أو لا كونفور أو لا أرجان دوك ليفخاز اللي قلنا حاولو أنكم تعودوا تاخدوهم حيث باكف لزيق زمن ديالكم ممكن أنه يتعطاكم عليهم الكيستيون وبالنسبة للفيديو الماجي فقد نشوفو الميتود الثانية اللي هي الميتود ايدا ا ا ا د ا دوك في الفيديو الماجي ان شاء الله نشوفو هاد الميتود هادي وشكرا لكم وكنتمنى لكم التوفيق موسيقى 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 اشتركوا في القناة